بعد أربع سنوات على إسقاط نظام حسني مبارك لا يزال ملف الأموال المنهوبة مفتوحا في ظل عدم استرداد تلك الأموال والتي وزاها مبارك ورموض نظامه على العديد من دول العالم وخاصة الأوروبية وزير العدل والنائب العام توجه إلى سويسرا والتي تصديف خلال الأسبوع الحالي مؤتمرا عن الأموال المنهوبة حيث أمل قادة المنظومة القضائية المصرية أن تسفر اكتماعاتهم مع المسؤولين السويسريين عن حل لذلك الملف المعقد خاصة أن سويسرا كانت أكثر الدول تعاون مع مصر لاستعادة الأموال المنهوبة في ظل تجديد تجميد أموال رموز نظام مبارك لثلاث سنوات إضافية ومن المنتظر خلال المؤتمر أن يعرض النائب العام ووزير العدل مشروع قانون توده مصر يتخطى شرط الحكم النهائي ضد المتهمين بالفساد ما يسهد عملية استرداد لتلك الأموال التي تقدر بمليار ونصف المليار دولار بحسب ما علنه رئيس جهاز الكسب غير المشروع لجان عديدة تم تشكيلها خلال السنوات الأربع الماضية لاسترداد الأموال كانت حصيلتها صفر وهو ما يجعل المصريين يترقبون ما ستصفر عنه جهود وزير العدل والنائب العام لاسترداد أموال الدولة المنهوبة